السلام عليكم بعد صلاة وسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم إن شاء الله نشارك معكم كيك بالشوكولة كيك يومي اقتصادي اللي تقدروا تقدموه حتى لضيافكم وانا وحدة من الناس نحب بزا في هذا النوع مع قهوة صابح ومتأكدار حيناء لإعجابكم وإعجاب العائلة من أول تجربة وطبعا إذا عجبتكم الوصفة تعلن نهار اليوم لا تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي على بركة الله نجوز لطريقة التحضير إذا كيما راكم تشوفوا نحتاجوا ربعة حبات بيض نزيدوا كاس غير باع سكر عادي تقدروا تديروا كاس سكر وملعقة صغيرة لفاني وقرسة ملح ونبدأ نخلط المكونات مع بعضهم إذا ما توفرش عندكم الخلط الكاربائي تقدروا تخلطوا بالخلط اليدوي لازم تخلطهم ملح بيش تحصلوا لناتجة ملحهم هنا راح نزيد علبة ياغورط طبيعي لازم تكون بدراجة حرارة المطبخ ونفس العلبة اللي نكيلوا بها دايما راح نزيدوا علبة الزيت ونكمن نخلط حتى يمتازوا المكونات كلهم مع بعضهم راح نزيدوا خمس ملاعق كبيرة كاكاو ونكمن نخلط بنفس طريقة هنا في الاخير راح نزيدوا كاس وكاس غير ربعة تاع الفارينا لازم تغربلوها ناكد ونعاود ما تكتروش الفارينا باش الكاكين تعكم يجيكم بزاف خفيف وهش نزيدوا زوج اكياس خميرة الحلوة ما يعادل 20 جرام واذا ما حبيتوش تديروا 20 جرام راح تديروا 15 جرام ونكمن نخلط بسرعة متوسطة حتى نتحصلوا لهذا القوام يعني القوام ما لازمش يكون بزاف ثقيل اذا الخارط انتعكم جاكم شوية ثقيل راح تزيدوا له ربع كاس تاع الحليب دافي وتتحصلوا لهذا النتيجة نجيبوا المول التاعنا اللي راح نطيبو فيه دنتو بالزبدة رشيتو بالكاكاو فرشتو ورقة طاية في الوسط ونوزع الخالي تنتعنا بهذا الطريقة وفي هذا اللحظات الفرن تايس خونس خنتو مسبقا المول التاعنا راح نحطوه في الوسط والكيك راح نطيبوه في 160 درجة والفرن راح نشال له من الاسفل بعد ما طعب الكيكة تاعنا نخلي حتي يبرد وندمو له كما راكم تشوفوه جا ما شاء الله جا بزاف هايل طالة وخفيف بزاف بزاف شوفو البنات انا بالنسبة لي منشربش الكيكة تاعنا انتو ما تقدروا تشربوها وهنا باش نوجد معكم سلسط شوكولة في الكسرونة نحتاجو زوج ملعقة كبيرة سكر عادي وملعقة كبيرة مملوقة بهذا الشكل ناشا وملعقة كبيرة كاكاو ونزيدو كاس تاع الماء ولا كاس تاع الحليب اللي تفضلوه انتو ما نخلط المكوينة كلهم مع بضاهم وناخذو الكسرونة تاعنا نحطوها على نار قليلة مع التحريك المستمر حتى نتحصلوه لكريمة خفيفة ما طيبوهاش ثقيلة لازم طيبوها خفيفة نحيها من فوق النار ونزيدو لها 50 جرام شوكولة أولي نزيدو ملعقة صغيرة زبدة ونخلط المكوينة مع بعضهم حتى ندوب شوكولة مع الزبدة وهي سخونة مباشرة نوزعوها على الكيك انتعنا بهذه الطريقة هذه سلسط شوكولة اللي حضرتها معكم معتمدة عندي نحضرها بزا بزا في جميع الوصافات سهلة مكوينتها بسيطة وجي بنينة بزا وكما راكم تشوفو جي روعة في القوامتاحها ولمعها كما نقولو وبالنسبة للتزيين راح نزين براقة أقل كوكا وكما نقولو دايما التزيين يبقى اختياري تقدرو تزينو بأي نوع من أنواع المكسارات اللي توفر عندكم ما يهمش ولا تقدرو ديرو جز الهند كل واحدة وذوقها وكل واحدة عندها طريقتها الخاصة في التزيين هنا الكيك انتانا راح نخليه حتى يبرد ونقسمو معاكم شوفو اللي بنات تتبعو هنا الموز كي نقسمو الكيك انتانا يبان بزا في خفيف وهاش شوفو كي نحطو الموز في الكيك انتانا راح يبان لكم كل شي أنا راح تبان لكم النتيجات على الكيك اللي حضرتو معاكم يبان بزا في خفيف وهاش شكرا وكان هذا هو الشكل النهائي للوصفة اللي حضرتها معاكم اليوم حضرنا كيكة شوكولة وبكل صراحة هذا الكيكة البنات مطلوبة بكثرة عندي في الدار كل اسبوع لازم نحضرها لهم بكمية كبيرة يعني بحجمها الي ولا نحضر لهم غير هذا الكمية وكل ما نحضر وصفة لازم نشاركها معاكم كيما راكم تشوفوه في الوصفة تاع اليوم جيب الزاف هاي لا اكتر من رائعة وكيما شفتوه جات خفيفة وهاشة وكيما قلت لكم اللي تحب كيك مشرب ولا مسقي تقدرو تشربوها بالنسبة لي هاذا النوع تاع الكيك دايما نحب نسقيه بنسكة ستاع الماء معا زوج مغارف كبار شوكولة تختيني انتوما اذا تحبو الحليب ديروا الحليب راح يكون احسن انا ما نديرش الحليب خاتش ما نحبوش وجامي شربتوه بكل صراحة يعني سبق وشاركت معاكم وصفات كنت شربتوهم بالحليب وخاصة سلسط شوكولة بزاف بزاف هاي لا وبنينة بزاف تقدرو تعتمدوها في جميع الوصفات نتمنى ان شاء الله لوصفة تعال نهار اليوم تنال اعجابكم وننصحكم تجربوها لانه فعلا فعلا وصفة تستحق انكم تجربوها تقدموها لضيافكم مع قاوة الصباح مع قاوة العاصر وكيما نقولوا تسلكوا بها حالكم خاتش بزاف سهلة اقتصادية وكيما شفتوني حذرتها معكم بطريقة مختصرة ممتعة كيما عودكم دايما وقبل ما نكملو في الوصفة تعال نهار اليوم حبيت نشكركم بزاف على حسن المتابعة وتعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة نقولكم الله يحفظكم ويساعدكم يا رب ونشكركم ايضا على صور تطبيقاتكم اللي توصلني دائما في الخاص بكل صراحة تطبيقات ولا اروع ما شاء الله وفي انتظار صور تطبيقاتكم لهذا الكايك يعني لهذا الوصفة وبالنسبة للاخوات اللي يحبوا يرسلوا لي صور تطبيقاتهم رح ترسلوهم لعندي في الاستجرام في الخاص نفس اسم القناة وصفات امي الغالية نفس الاسم ونفس الصورة واكيد رح نستقبلهم بكل فرح وصرور ورح نشاركهم مع جميع الاخوات اذا نلحقنا لنهاية الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انتظاروا في ربحتيكم في امان الله